فجع الفنان التركي نوريدين أوتشارة بوفاة ابنته البالغة من العمر 15 عام وزوجته السابقة في الانفجار الذي هدز شارع تأسيم بمدينة اسطنبول التركية يوم الأحد مؤديا بحياة ست أشخاص وأكثر من 81 جريح وبكلمات مؤسرة ناع أتشار إحدى نجوم مسلسل قيامة أرتغلو ابنته يغمور عبل حسابه الرسمي على فيسبوك وكتب فيه منشور أنا محطم الآن تلاشت شمسي هاجرت الغيوم الرماضية لا مزيد من المطر وأضاف أدعو الله أن يجعل قبرك نورا وأن يكون مقامك الجنة الفتاة الرقيقة ابنتي يغمور التي فقدت حياتها في الهجوم الغادر على تأسيم وانتشرت مشاهد مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أتشار يحمل تابوت ابنته وهو منهار أثناء الصلاة عليها في مسجد ونشر عبدالسلام الغمدي مجموعة من الصور من الجنازة في تغريدة عبر تويتر وعلق عليها قائلا الفنان نور الدين أتشار من جنازة ابنته وزوجته السابقة اللتان راحت ضحية الهجوم الإرهابي في شارع تأسيم بمدينة إسطنبول شارك الفنان في مسلسلي قيامة أرتغلو وقطاع الطرق لن يحكموا العالم هذا وقد اعتقلت الشرطات التركية الفتاة المشتبه بها بتنفيذ الانفجار كما اعتقلت أكثر من عشرين شخص آخر وقال وزير الداخلية التركي سليمان سويلو إن النتائج الأولية تشير إلى أن المقاتلين الأقراض هم الذين يقفون وراء الهجوم الداني وقالت الشرطة التركية إن المشتبه بها قالت إنها اعترفت بأنها تصرفت بناء على أوامر حزب العمال الكردستاني وذكرت تقارير إن المشتبه بها دخلت تركية بطريقة غير شرعية من سوريا واستهدف الاعتداء قلب إسطنبولي النوبد المدينة الرئيسية والعاصمة الاقتصادية لتركيا شكرا